2008 18 نوفمبر 2008 الحقيقة الاهل بيرجع من مدينة جروة في الكاميرون بكاس غاليا لقب في دور الأبطال الرحلة كانت صعبة جدا المنافس كان قوي جدا والقطن الكاميروني المباراة دي يا جماعة في مدينة جروة معقل عيسى حياته مسقط رأسه بل ان الاستاذ بتاع كوتنس بورت اللي تلعبت فيه المباراة انا كنت موجود فيها قريب من بيت عيسى حياته فعيسى حياته وقتها رئيس الاتحاد الافريقي عازم الحكومة الكاميرونية وشاكله صادم بحبه اه ومدينة جروة مدينة فقيرة قوي مدينة مسلمة فقيرة جدا يعني انا فاكر شكل الناس حتى في المسجد اللي كان في الفندق بيجوا يصلوا لما عرفوا بعثة الاهل موجودة وكان فيه اقبال كبير على الاهل يعني الكرة بنسباله مهمة جدا بس الاكواخ اللي كنا ساكنين فيها انا متأكد ان الدكتور محمد شاوي وخالد درندلي وخالد مرتاجي دلوقتي لما هيسمعوا الكلام ده هيفتكروا والله يرحموا كان العمري فاروق كمان فيها تفاصيل كالرئيس البعثة كابتن حسن حمد بس البعثة شافت منه الصعوبات والمشاكل الغريبة اللي خفف منها تاني يوم انه الاهل يكسب كسل دور الابطال عيسى حياته جي ليلة المباراة عرض على الكابتن حسن شاف المنظر بتاع الفندق المتواضع قوي فطلب ان الكابتن حسن يروح يقيم عنده في البيت فقال له لا 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 انا موجودنا على البعثة وصمم يفضل موجود في معاناة بقولك كانت مملكة النموس انت عارف اعدت الكابتن حسن تخلي مفيش لعيب اشتكي فاز الاهل يوميها بالكاس البطولة اتعادل اتنين اتنين هناك احمد حسن وشهاد محمد وكان فاز في مباراة الزهاب 2-0 بهدفي وقل جمعة وفلافيو رفع الاهل الكاس السادة في تاريخه لدور الابطال فكر جون احمد حسن ورجع من هناك بالامير هفكر